السلام عليكم من جديد يا سنة ثالثة نكمل مع بعض محاضرة The Child كنا وقفين عند ADHD مرض نقص الانتباه وفرط الحركة بتهيقلي كتير مننا لما يسمع ADHD بيفتكر المسلسل بتاع خلي بالك من زيزي اتعرض من كم سنة مسلسل رائع يا جماعة والله العظيم حس ان هو كمان هيبقى شريح ال ADHD احسن من اللي انا هشرحه بكتير كان بيتكلم عن طفلة صغيرة عندها نقص الانتباه ده مش بتركز خالص في الحصص بتاعتها درجاتها زي الزفت اصحابها دايما بيقضي التريقة عليها هي اصلا كمان مش عارفة هي ليه كده اكتف جدا بتتعصب بسرعة جدا بتنفعل بسرعة جدا اوفر يعني اوفر في المشاعر فرح وزعل كذلك البطلة بتاعتنا امينة كانت برضو عندها ال ADHD من وهي صغيرة زي ما قلنا في اول المحاضرة خالص ان المضوع بدأ معا وهي طفلة بس عهلها ما عندهمش وعي كفاية ان هم ياخدوا بالهم ان ده ده مش بقيديها ده ايه دي هي مش بتتدلع هي مش طفلة عشوائية وطبعا الموضوع ما اثرها لكل حياتها الشغل التعليم حياتها الزوجية كل الكلام ده اتأثرت يعني خيلي ريكمنتت جدا يا جماعة والله مسلسل ده بس ايه بعد ما نخلص الفيديو بتاعنا نبقى روح نتفرق طيب ايه هو التعريف بتاعنا التعريف بتاعنا ان هو برضو ولكن هنا بيتميز بحاجتين مش تلاتة زي القتز بيتميز باول حاجة نقص الانتباه وفارط الحركة النشاط الزائد تمام كده طيب النشاط الزائد ده او الاكساسف اكتيفتي ده مش بس كده يعني هو مش بس نشاط زايد هو كمان زي ما قلت من شوية مشاعر زايدة في مشكلة بيبقى عند الطفل ده ان هو ينظم مشاعره فزي تيتو كده في المسلسل بتغضب بسرعة جدا يعني ياه لو حاجة مزعالية هتلاقيها بسريعة الغضب جدا وبرضو في نفس الوقت لو في حاجة بسطة هتلاقيها مبسوطة جدا كل حاجة عندها اكستريم ما عندهاش حاجة في النورمال كده في الرنج بتاعها العادي تمام بالنسبة للانتينشان هو نقص انتباه فهو برضو انت لو مثلا قلت له روح حات كوبايت مية من هناك هو في الطريق وهو رايح لو اي حاجة شوشت عليه لو مثلا حد ناده عليه حصل اي حاجة تلغي انتباهه هو خلاص مش هياه هو نسي هو رايح يعمل ايه اصلا فبقى عنده بروبلم كمان مع اللي هو الوظائف التنفيذية اللي اتطلب منه يعمل حاجة وهو مش عارف يعملها مش عارف يكملها تمام كده نسيها يبقى ده التعريف بتاعنا انه هو برضو بلعب دور في ان يبقى في صعوبة في ان انت تنظم مشاعرك وان انت تنفذ الوظائف المطلوبة منك تمام طيب الانسيدنس بتاعها اللحظه اكتر حاجة هو ممكن عادي وان يرد في البنت فممكن يحصل منه هو لسه سنة وسنتين بس احنا باللحظه اكتر في علشان بقى هو ده بقى اللي بقى فيه مدرسة بقى فيه درجات بقى فيه امتحانات بقى فيه تركيز فده اكتر هتلاقي ايه المدرسين بيلحظوه يبعطوا للاهل او الاهل بيلحظوه مثلا بيحل الواجب مع ولادهم وهكذا يعني ممكن مثلا الحركة مش عارف ايه كده يقولك طفل شائي ومش عارف ايه كده بس اعتقد ان الناس بتركيز اكتر في الانتنشن ده يعني طيب فهلاقي ان الانسدنس بتاعهم 33% بالنسبة للبنات والله الصوبيان اكتر الصوبيان اكتر الصوبيان اكتر باربع تسع مرات يعني اربع لتسع مرات الصوبيان اكتر من البنات يعني فرق كبير المست كومن تايب احنا قلنا ان هو المرض عبارة عم مقطعين وبالتالي هو عادي جدا انه ممكن الطفل يبقى جايب بس نقص انتباه او ممكن بس يبقى جايب فرط حركة بس المست كومن تايب هو الكمبايند ان هو يبقى جايب اللي اتنين تمام كده دي كده ايه مقدمة ان ايه الADHD طيب عايزين نعرف الكريتيريا بقى بتاعت الADHD قالك هما اربع حاجات مهمين اول حاجة المدة الزمنية لازم ما يقلش عن 6 شهور لازم المشكلة دي المال ادابت ان هو يعني يبقى في الفرط الحركة ده في نقص الانتباه ده لمدة ما تقلش عن 6 شهور يبقى دي اول حاجة الاعراض دي تستمر معاه 6 شهور فاكثر لدرجة ان هي تأثر على التطور بتاعه يعني ايه يعني ايه او كمان تبقى مش متوافقة مع التطوره بتاعي يعني انت المفروض مثلا لو انت طفل صغير مو ما بتقولك الحاجة مثلا سنة سنتين تلاتة ما سمعتش ما انتبهتش مش عارف ايه ماش بس انت خلاص بتروح المدرسة فقولها بتدقي مثلا المفروض ان انت بقيت احسن المفروض انت بتفتكر الحاجة اسرع المفروض انت بتفهم احسن ده التطور الطبيعي ده الديفلوبمينتال ليفل الطبيعي للي تشايلد لا احنا بنلاقي ان الموضوع بيبقى اسوأ بيتراجع تمام كده فدي اول كريتيري ان هو اعراض تستمر لستة شهور فاكثر لدرجة ان هي تبقى مالا دابتف ومش متوافقة انكونسيستنت مع الديفلوبمينتال ليفل اللي المفروض يكون عليه هزا الطفل ده رقم واحد رقم اتنين ان يبقى فيه دليل واضح ودامغ كده ان ده عنده امبيرمنت فعلا في حاجة او في حاجتين او في تلاتة هو كاتب two or more يبقى حاجتين او اكتر من السيتنجز بتاعته ايه ممكن تبقى السيتنجز هنا متمثلة في السوشيال في الورك في السكول يعني مثلا المدرسة او بعت الولية امره لا التفرده مش بيركز درجات وحشة جدا اهتم بطالب اكتر من كده ما بيسمعش الكلام ما بيفهمش الحاجة اللي لسه ايلاها وبعيدها يبقى ده كده ايه ده حاجة جاية من المدرسة من المدرسة هو مع صحابه برضو هايبر اكتف جدا زيادة عنهم صوته عالي جدا مزعج جدا بالنسبة لهم فدي هاي برضو حاجة موضوع يعني لو تستمر معاه وهو كبر بقى راجل كبير برضو ممكن يأثر عليه سواء انه مش يعني مش احسن حاجة في الشغل بتاعه مش بيقضيه على اكمل وجه او انه هايبر اكتف وقاعد بيفرج في الشغل بيلف الشركة كلها مش بيريح تمام كده تمام تالت حاجة ورابع حاجة هتبقى الاعراض بقى اعراض نقص الانتباه واعراض فرض الحركة تمام كده طيب لازم يبقى عنده كام عراض من الاعراض لازم يبقى عنده ستة من تسعة هما هيبقوا تسعة في نقص الانتباه وتسعة في فرض الحركة هو لازم يبقى عالق خالص اقل من كده ما ينفعش يبقى عنده ستة من تسعة تمام بالنسبة للإنتنتين السكيمة مهمة جدا في الإنتنتين وفي الهايبر أكتف هتسهل لنا كتير قوي ويعني عشان الحفظة هيبقى كتير ورخم والكلام سهل فأنت بس تبقى عارف الإنتنتين وفاهم الكلام بحيث أنه لما يجي لك MCQ أنت على طول هتبقى عارف في الإجابة الصحية من الغلط على طول يعني طيب أول حاجة في الإنتنتين call for فريد مش كده تتصل بفريد شخص عنده رأس انتباه يعني المتوقع يبقى عنده إيه المتوقع أنه هو يبقى بيعمل أخطاء غبية يعني مش أخطاء أصلا إنت إزاي تعمل حاجة زي كده ده مش خطأ أصلا أنه يتعامل تاني حاجة أهم حاجة اللي هو أصلا اسم البتاع عنده مشكلة في الانتباه ما بيسمعكيش أنت مهما تعيدي وتزيدي هتنزل عند عمه تحت بقال تجيب هو مسامعك أصلا تمام كده وهينزل وهينسى برضو هينسى الحاجة fail to finish things مش هيعرف يخلص الحاجة أي حاجة أنت ما طلبها منه هيعمل نصها ويرجع أو هيعمل ربعها لو عمل تلت ربعها هيبقى كتر خير الدنيا organization skill lacking اللي هو يعني إيه مثلا فيه مثلا هننظم مش حاجة هنرتب الدولاب بتاعنا عنده مشكلة في الموضوع ده مش هيعرف أنه ينظمها ويزبط الدنيا وكده أي task فيها mental effort مش هيعمله مش هيعمله هو مش هيقدر هاتيله مسائل حساب كده مش هيقدر هيعمل واحدة اتنين ويقوم هو مش هيقدر يكمل هيحصل له error كده ومش بمزاجه هو مش طفل فاشل يعني هو مرض تمام بعد كده ايه ده سوري بعد كده forgetful in routine activities عكس بقى الوتزم الوتزم ده كان restricted جدا وكان adherent جدا للروتينز بتاعته إنما ده بينسى أصلا الروتين activities اللي هو المفروض كل يوم لكل يوم احنا بنصحب نخسل وشنا وبنخسل سننا وبناكل هو ممكن يبقى نسي حاجة عادي جدا تمام is the distracted زي ما قلنا سهل جدا إنه هو يتشتت تمام كده يعني بتهيقلي حاجات سهلة هتتقري بس بس نبقى عارفين إنه call for farid فسي هتبقى careless mistakes ايه هتبقى attention difficult difficulty L listening problems losing things F to finish things ال O organizational skills ما فيها مشاكل بعد كده R reluctance في أي طسك محتاجة mental effort بعد كده F or forgetful routine activities ال E دي easily distracted تمام كده هو لازم يبقى عنده هنا كم سيمطوم لازم يبقى عنده 6 أقل من كده لأ مش هعتبرها إنها عنده attention defect طيب ال hyperactive بقى impulse يا ربي الإسكيمة بتاعتها هنسميها إيه run of pissed run of pissed طيب ده واحد hyperactive هتبقى متوقع منه إيه إنه هو مش بيريح بيفرق هم كلمتين هتبقى متوقع منه إنه هو بيفرق مش بيريح run about or is restless يعني رسلس ده مش بيريح مش قاعد في مكانه يا جماعة هو مش بيرتاح مش بيريح من الآخر تمام كده unable to wait his turn مش قادر إنه هو يستنى دوره إحنا وقفين في دور يا حبيبي عشان هندفع للك هنجيب لك الشجرات اللي أنت عاوز لا هو مش هيستنى الدور ده مش هيقرف يقف تندل على بعض not able to play quietly مش بيلعب بهدوء لازم يبقى صوته عايي جدا on the go يلي هو جاهز دايما للحركة on the go إحنا جاهز دايما إنه هنخرج جاهز دايما إنه إحنا هنروح فعرفش عند فلان دايما جاهز هو مستعد متأهب دايما بعد كده إحنا قلنا إنه هو إيه مش بيريح بيفرق أهي بيفرق أهي دايما بيحرق إيده ورجله آيان كان بقى بيهزها بيفرق في الأرض المهم إنه هو بيفرق هي كلمة بيفرق في حرفية طيب بعد كده عارفين الأطفال الرخمة اللي المسبة ما بتبقاش لسه خلصت السؤال بيقوم بيجاوب هما هو داي لسه ما خلصتش لسه ما قريتش اتنين في اتنين ما كملتش الجملة أربعة على طول كده تمام كده بعد كده صعب طعب جدا وبقول لكم بيفرق مش قادر يستنى دوره وما بيريحش هتا هيقعد في مكان عمرها ما تحصل طيب ماشي وبيتكلم كتير جدا وبيقطع كتير جدا دايما هيقطعك دايما مش هيخليك تكمل جملتين على بعض كده ويخليك تشد في هدوم يعني احنا ملاحظين ان الأعراض هي فعلا هي فعلا على أهل ومش عارف ايه كده ومع الأسف دايما بيتعاملوا معاها ان ده طفل رخم وطفل غلس وقعدوا يزعقوا فيه ويشخطوا فيه وممكن كمان يبقى بيتضرب ومش بيتهزق بس وهو يعني مش بغدين بالهم ولا أورنس خالص ده ممكن يبقى ابنهم عنده مشاكل أو كده يبقى هنا برضو الأعراض بتاعتنا كانت تاني حاجة تاني حاجة تاني حاجة تتضع عمرها ما تحصل التى والتي تتوكس وتن تو انترابت تمام كده ان شاء الله تمام فيه نوت بس عايزين نقولها ان انت خلي بالك ان انت يعني أعراض يعني ممكن تقول ان ده طفل شاقي مثلا وخلص فاهمين ممكن تقول ان هو يعني هو مش مش منتبه معاك يعني انت ما تحددش ما تحددش على طول ان ده شخص ADHD على طول انت كدكتور ليه لان ده ممكن يبقى أي مرض تاني يعني اسأل الأول استفسر الأول فيه أمراض عندك في العيلة فيه مش عارفة ايه بتاع اتكلم خد خد هنت عن كل حي خد هستوري عن كل حاجة لان الطفل ده ممكن يبقى عنده مود ديس أوردر مثلا زي اكتئاب او عنده قلق فطبيعي طفل اللي عنده قلق لحاجة معينة شغلاه هيبقى مش مركز في الفصل صح مش هيبقى مهتم باللي المس بتقول وهتبقى درجات وحش عشان في حاجة مقرها قاوم خوفاوم مش عارفة ايه وكده فما تجريش اول ما تشوف سيمطوم واثنين ان تقول ان ده ADHD لازم تبقى يعني متأكد ان كل الحاجات التانية دي مش موجودة ماشي وزي ما قلنا هنا ان هو يبقى واحد ستة شهور اتنين يبقى معاك نسبة أسماء في المدرسة وفي البيت وفي الشغل وهكذا وستة سيمطوم من كل حاجة من دول طبعا كده علشان ايه تقول كده انما يعني ما يبقاش اول حاجة تقولها ADHD وانت سايب ان هو ممكن يبقى عنده اعراض تانية ممكن يبقى OCD ممكن يبقى فده معنا النوت بتاعتنا يعني امراض واسعة المدى اعراضها اعراضها كتيرة ماشي كده او انها تبقى اتأكد الاول ان هو ما عندوش اي حاجة تانية مقرقات طفل ده مفيش اي مشاكل تانية في البيت مفيش اي حاجة تانية عشان تقول بعد كده او ده ADHD تمام بعد معرفنا الكريتيريا برضو هنبقى محتاجين احنا نشخص احنا تقريبا قلناها دلوقتي احنا قلنا ان هو ستة شهور صح كده والسيمطومس تبقى كام ستة من اصل تسع بس انت لو قاعد ستة شهور انت جايب اعراض لمدة ستة شهور يبقى كده خلاص ده ده عنده نقص انتباه او لو برضو قاعد ستة شهور عندك اعراض ستة اعراض للهايبر اكتف امبالسف سيمطومس اذا خلاص ده هايبر اكتف امبالسف طيب طيب هل انت لو قاعد ستة شهور عندك ستة انتنتف وستة هايبر اكتف هنعتبرو كوبايند لأ طب ستة شهور مثلا تلاتة وتلاتة لا هو لازم يبقى ستة شهور انتنتشن بلاس ستة شهور ستة اعراض من الهايبر اكتف فاهمين حاجة يعني هما كده سنة احنا كده سنة تمام كده بالستة شهور زي التانية ما تجمعهمش يبقى 6 شهور ب6 اعراض ده كده تشخص والهايبر اكتف 6 شهور ب6 اعراض عاوز تبقى النوع الكمبايند عاوز تشخص انه ده نوع كمبايند يبقى انت هتستنى سنة كاملة عشان تشخص الموضوع ده ويبقى عنده 6 اعراض هنا و6 اعراض هنا تمام كده طيب بعد كده اللي ممكن تبقى جاية مع الADHD ممكن تبقى ايه ممكن الشخص ده يبقى عنده حاجة اسمها oppositional defunt disorder يعني ايه شخص عارف مضاد معاكس هتلاقي ان الشخص ده دايما الباترن بتاع شخصيته دايما negative ماشي كده سلبي ما بيسمعش الكلام هو بيحب يعكس بيحب يعكس عكس عكاس فهو دايما مش بيطيع الحاجة دايما سلوكياته عدائية لكل حاجة تورد الاثوريتي فيجرز دي اللي هو يعني الناس اللي هي صحابة السلطة المهم ان هو شخص ايه معاكس وخلاص هو شخص معاكس مش عايزة اقول ان هو شخص عنيف قوي علشان ال conduct disorder اللي تحتها هنتكلم عنها كمان شوية هو بيبقى شخص اعنف بكتير من الوبوزنش من الوبوزشنال ده ده بيبقى الوبوزنش من الوبوزشنال ده هيسمع كلامك هيبقى 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 نيجاتفتك دي فياندين اللي هو ايه غير هايابي يعني مش بيهيبك مش بيديك احترامك مش بيخاف منك ده معنايها يعني تمام يبقى ده اول اتنين ممكن يبقى جايين مع ال ADHD مع فرط الحركة ان هو عنيف يعني ممكن تيجي معاها مدس اردرز زي ما قلنا ممكن يبقى جاي معاها اكتئاب ممكن يبقى جاي معاها بيبولر اكتئاب ان هو يبقى كمان مكتئب يعني مثلا هو عشان درجاته مش حلو مش عارف ايه كلمان ده وصحابه بيتنمره معي ممكن يبقى كمان مكتئب معاه بيبولر يعني عنده صنائقه تمام كده والحاجات دي عشان تبقى عنده زي ما قلنا كده في النوت ان انت لازم تسأل عن الفاميلي هستوري لازم تعرف يا جماعة عندك حد في العيلك قبل كده كان عنده مشاكل نفسية طب ايه طب مش عارف ايه كده الحاجات دي لازم تبقى مهمة جدا وخصوصا المراضين بتاع المدس اردرز دولت علشان المراهقين في السن ده بيبقى عندهم نسبة عالية قوي من الاقبال على الانتحار وبيفكروا في الانتحار وبيدوروا على طرق للانتحار والكلام ده طيب بعد كده ممكن يبقى معاها قلق اوه 25% من الحالات هيبقى جالها قلق وده انت انا شايفه طبيعي ان انت شايف نفسك مختلف عن الناس شايف نفسك مش مقبول عن الناس شايف نفسك اقل منهم في الدرجات فممكن يبقى عندك انجزيتي عادي جدا برضو learning disorders برضو ده طبيعي جدا ما انت مش منتبه في الفاصل فانت يعني 60% قبطو 60% ده رقم اوليه كمان ان انت يبقى عندك مشاكل في التعليم تمام وزي ما قلت مش بقرطك انت مش مش شخص فاشل انت عندك مشكلة طيب نستنى الادان وبعد كده نكمل طيب يا شباب نكمل كنا قفين عندي ايه بقى الاسباب وبصراحة يعني يا جماعة احنا في السلايد دي هنتعرض للعبط والله العظيمة للسلايد دي انا معظم الكلام اصلا اللي مكتوب مقصوص وغير مفهوم خالص يعني بس يعني هنحاول ايه نقول كده النقط المهمة اللي هنا تمام واحد Neuro Developmental Disorder زي ما قلنا وبالتالي عندنا Structural و Functional CNS Abnormalities في مشاكل خلاص احنا عرفناها بقى اي Neuro Developmental Disorder يعني احنا هنلاقي مشاكل في التركيب ومشاكل في الوظيفة Structural and Functional CNS Abnormalities لو عايزين تبصوا معايا في الورق اللي معاكو تابعوا معايا منه يعني تابعوا تمام طيب ماشي دي رقم واحد في الكوزة رقم اتنين هنلاقي في Alternations Imprane Structures and Neural Networkings يعني ايه برضو زي ما فاكتنين يقولون هناك Connections وش عارف ايو كده هنا برضو في تبديلات ومشاكل في التركيب بتاع البرين والنتورك بتاع النيرونز النيرفات اللي ماشية ومعدية وهكذا والالترنيشنز المشاكل دي هتقلل هتقلل الConnectivity بتاعة الفرانتو، استرائيتو، باريتو، سيريبرال، نتورك من الاخر يعني نتورك اللي مسؤولة برضو عن زي ما قلنا قبل كده ادراك الشخص ده، انتباه الشخص ده كل الحاجات اللي هتأثر وهتقدر في الاخر ان الشخص دي يبقى عنده اعراض الانتنشن والهايبر اكتفتي تمام كده؟ رقم اتنين، رقم تلاتة دي بقى حاجة مخصصة قوي بيقولك ان الانتنشن and defects في الexecutive function يعني نقص الانتباه عنده عدم قدرته على سوري سانية واحدة على ان هو ينفس على تنفيذ الوظائف المطلوبة منه دي يعني اكتشفوا او قالوا theory مثلا انه هو سببها الprefrontal طبعا كده سببها مشكلة في الجزء الprefrontal يا جماعة هو المسؤول عن المشاكل بتاع الانتنشن تمام كده؟ و المشاكل بتاع الهايبر اكتفتي عنده قالك دي اكتر المسؤول عنها الفرانتال ليمبيك سيستيم السيمها يعني تمام كده؟ بعد بدل ما وما كان سببها عيمة قالك بص الجزء الانتنشن المسؤول عنه الprefrontal esteratal circuit والجزء الهايبر اكتف المسؤول عنه الفرانتال ليمبيك سيستيم ماشي نقطة الرابعة في الكوزز قالك ان فيه بيولوجيكال فونكشن يعني ايه؟ يعني انت عندك السينس وجواها نيرفات والنيرفات دي جواها نيرونز والنيرونز دي جواها بقى ايه؟ في الاخر كده كنا بنشوف ان يبقى فيه صينب بيبقى موجود ما بين اخر النيرف وبداية النيرف الجديد اللي هو بيبقى عبارة عن أجزون وسيلو كده فبيقول ان البيولوجيكال فونكشن دي اللي هي المواد الكيميائية دي الحيوية دي اللي بتصبسيرفت به البريفرانتال كورتكس سينسيتف جدا يعني ايه تاني؟ تاني الوظيف الحيوية الوظيف الحيوية عندنا اللي بتخدمها البريفرانتال كورتكس تمام كده سينسيتف جدا حساسة جدا للمواد الكيميائية اللي هي النور إبنفرن والدوبامين تمام كده؟ وبالتالي نفهم من ده ان الدوبامين والنور إبنفرن بيلعبوا دور مهم جدا في ان هم يحافظوا على الموت بتاع الإنسان الروزل اللي هو الإثارة بتاعته انه يدير الإثارة دي يعني والبهيفير والسلوك بتاعه تمام كده؟ فمن الآخر يعني بيقولك ان من ضمن الأسباب يعني ان النور إبنفرن والدوبامين دولت بيبقوا متأثرية اللي هي فقم خمس لو في الإثارة عنده قليلة غالبا ده يبقى نقص النور إبنفر وهكذا يعني يبقى تانين قولت الأسباب تانية عشان اللي اتلغبت معنى كده نحن نستنتج انه فيه عندنا رقم اثنين عندنا 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 دي أهم جزء هنا في الكوزس بصراحة ده سببه إيه؟ دي سببها إيه؟ دي سببها إيه؟ أو المشكلة يعني تبقى موجودة فيه؟ موجودة في الفرانتال ممكن يعني تبقى دي مهمة أو لا أمش عارفها بصراحة البري فرانتال كورتكس سينستيبل إيه؟ البريولوجيك الفنكشنز اللي فيها سينستيبل إيه؟ حاجتين نور إبنفرن ودوبامين تمام كده؟ آخر جزء ده أصلا اللي هو بتعلق روزة البعد وشوية كلام كده عن الأكشن بوتينشيل بتاع الفيسيولوجي سنقولها يعني حاجة مش عايزين نفتكرها أصلا وإن شاء الله يا جماعة الحتة دي ما تجيش في الامتحان لو لقينا الصبح في الامتحان أنا معرف كور طيب آخر حاجة معنا في الـ ADHD وهو التريتمنت العلاج هعالج بقى الموضوع إزاي قال لك والله هنبقى محتاجين إحنا نعمل جلسات وهنا بقى هبقى محتاجة إن أنا أدي أدوية للـ ADHD نفسه في هناك في القتزم كنا بس منبقى منهتم بالجلسات إن إحنا والله هنزبط السلوك هنزبط الـ speech هنزبط 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 هنا لا هو محتاج ياخد معاه أدوية تمام؟ بالنسبة للجلسات هتبقى يعني حاجات تعليمية بردو وكده زي إيه؟ زي الـ اللي هو السلوك المعرفي السلوكي يعني أنا هبقى بقى عادة مع الطفل طبعا كل ما كان أكبر كل ما ده كان هيبقى أسهل إن أنا هبدأ أتكلم معاه هزبط معاه السلوك بتاعه هيبقى أصلا عارف إنه هو مريض يعني إن ده مش إنت مش كده إنت مش فاشل إنت مش وحش إنت درجتك مش كده إنت مش مش شخص مثلا لما يتصحبش صوتك عالي مش عارف إيه كده ونبدأ هنزبط مع بعض سلوكه واحدة واحدة طبعا كده وطبعا طبعا لازم ندرب الأهل حتى رقم ثلاثة لوحدها أهل مهم جدا هو طفل صغير في أي مرض أصلا في تشايلد هنبقى مهم إن إحنا نبقى معرفين للأهل وفاهمين كل حاجة عن المرض ده وفاهمين إن الطفل هو مش كده وإن العلاج بتاعه يبقى كذا 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 ولازم تتابع معاه وتجي تقول لي وهكذا إن إحنا لو قدرنا نعمل لكل مثلا الطلبة اللي عندنا اللي هما عندهم ADHD ده يبقى يعني يحبزة إنه نعمل حاجة زي كده وممكن بقى نبدأ نعمل يعني كده اللي هو زي ما كان في المسلسل اللي هو هيتذاكر مثلا نص ساعة هتقوم تلعب فبحيس إنه هو يفرغ الطاقة اللي عنده بتاعة اللعب وبحيس إنه ما يبقاش فقط تركيزه قوي وهكذا يعني طيب الدواء بقى الجزء المهم عندنا الدواء عندنا الأدوية لإما stimulant لإما ناني stimulant stimulant دويين حاجة اسمها methylphenidate والأمفيتامين methylphenidate وأمفيتامين أنا مش عارفة هتبقى الدوزز عندكم مهمة ولا لا ممكنش عندنا مهمة خالص بس اللي الدكتور يقول عليه يعني سمعا وطوع تمام methylphenidate وأمفيتامين جملة على الأمفيتامين بالذات إنه بيفضل إننا تدي لبيشنت عندهم سيزور عندهم سيزور يعني مثلا عنده صرعة عنده تشنجة كانت سببها بس أكتر سبب بيعمل يعني السيزور دي بتبقى صرعة فإنت لو إنت المريض دو أهله قالك إنه عنده دكتور صرعة إنت هتفضل إنت تكتب له الأمفيتامين مش الميسائل فيني ديت ماشي كده السايد إفكتس اللي عندنا عادي زي أي أدوية بتاعة تعلاج المعدة بيفقد الشهية عنده مشاكل في النوم ممكن يبقى عنده تشينجز إنه مش في جسمه وحاسس إنه يعني يعني حاس إنه مش ولد أو هي حاس إنها مش بنت هو ده ضمرض وبيتعالج تمام مش هنروح نعمل عمليات والهبل اللي بيحصل ده بنائع فينا يعني طيب ماشي إرتابلتي إرتابلتي ده يعني جزء 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 عالي شوية من إنه من الغضب يعني هو إرتابل هو مش متدايق هو إرتابل طيب ماشي وآخر حاجة معنا التكس ممكن يحصل لها التكس دي هناخدها في الأوسي دي التكس دي ممكن تبقى كلمة وممكن تبقى حركة تمام هو بيعملها لا إراضيا أو تقريبا يعني مثلا نص ساعة كل ربع ساعة على حسب بشكل زي ما قلت لا إراضي يعني في مكان مش صح إنه يعملها في المكان ده ولا في الوقت ده ولا مصح يعملها أصلا زي مثلا إيه كلمة مثلا زي بطاطا مثلا فهو هتلاقي مثلا الشخص اللي عنده تكس ده كل ربع ساعة يقول بطاطا بعد كده يكمل كلام عدي جدا وبعد شوية مثلا هو خارج في الشارع بطاطا ويقوم دي تكس تمام كده ممكن تبقى حركة ممكن حركة بتعبير وشه بأديه بكدف أن كانت تمام كده بيقول إنه لو عنده هممكن يقللها يصبطها بريسيبيتشن وممكن إنه يزود دي إيه الستيمولانت هما مين الميسايل فيني ديت والأمفيتامين كنا بنحفظها بإيه بندون ديت أمين ديت أمين عايزين ديت بلح ديت أمين من اللي بنفضله مع السيزر بيبقى مين الأمين الأمين هو اللي بنحب ناخده مع السرا أو مع السيزر لتشنجات أنفيتامين طيب بنيجي الجزء النانستيمولانت النانستيمولانت قلنا عليها قبل كده إنها استراتيرا اسمها العلمي بقى إيه اسمها أتومو إجزيتين أتومو إجزيتين من كده أجزيتين أو أتومو إجزيتين برضو لها دوسج ربنا يعني إن شاء الله ما يبقاش معاكم لها أو يعني بيقولك إن الوظيفة المميزات بتاعتها إنها تقعد في الجسم 24 ساعة الإفكت بتاعة 24 ساعة تمام حاجة برضو مهمة سيتوكروم بي 620 624 والله مش فاكرة المهم يعني إن ده اختصار لكلمة سيتوكروم هو سيتوكروم سبستريت يعني يعني في إنزيم كده الليفر بيطلعه تمام كده هو بيحب وهو بيعمل بيكسره تمام كده فهو بيقولك إنه هو بيحب الإنزيم ده فخليك حذر ماشي كده لو أنت بتدينه مديكيشنز تانية زي الباروكزيتين والفلوكزيتين ليه قال لك عشان الباروكزيتين والفلوكزيتين دولت بقى بيينهبتوا الإنزيم ده يعني هم بيعمل سيتوكروم بيكسروا بيوقفوا عن الشغل فتخيل هتتديله مثلا فلوكزيتين فلوكزيتين ده دواء بسم الله الرحمن الرحيم اكتئاب وو سي دي تمام فأنت دلقتي مثلا بياخد الدواء يعني متدورش فلوكزيتين وانت عارف انه هو هياخد دواء ADHD لان الفلوكزيتين ده هيوقف شغل السيتوكروم تمام كده وانت عاوز الدواء ده ما يفضلش في جسمه وهو ما ينفعش يقعد يتراكم في جسمه هو ليه دورة حياة في جسمه هيلف لفة معينة في جسمه ويمتصه مش عارف ايه كده ولازم في الاخر يتكسر ويحصل له إكسكريشن تمام صحي كده ولا ايه فانت لو انت وقفت الحاجة اللي هتكسره بقى كده هيفضل في الجسم الطفل ده هيحصله تسمم منه تمام كده فخلي بالك انه هو سابستريت للسيتوكروم فإحذر إحذر إحذر وانت بتديه ما تديهوش مع باروكزيتين ولا فلوكزيتين بتاعته نوزيا وهيدك وانوريزيا وانسومنيا برضو حاجات كلها يعني عدية وعبيطة ما بتعملش أي حاجة تمام كده احنا كده خلصنا الحمد لله ال-ADHD نكمل عشان الفيديو وبعدين نبقى نشوف هنرجع أو ايه طيب بعد كده اللي هو ايه القلق القلق بيحصل في 12 مئة من الأطفال ومن المرهقين أسبابه زي ما قلنا في الأول خالص ممكن تبقى جيناتك وده حاجة زي قلتلكه يعني هو لو عنده الأب أو عنده الأم لازم هتنقل للأبناء والأبناء هينقلوا للأحفاد وهكذا من حوالي لو هو حسس النوع مرفوض لو هو دايما بيتهزق لو هو دايما بيتعرض للتعذيب أي شكل من الأشكال يعني للطهاد برضو هيبدأ يجيله قلق ومش عارف ايه وانا ليه كده ومش عارف ايه وبتاع برضو مزاجه هو لو الشخص ده شوي أو يعني هو الناس لإما هو منطبي على نفسه طبعا كده فالانطواقه على نفسه ده ممكن برضو يعني يخلي يخلي نسبة الألق أكتر طيب مش ايه أعراض الألق يعني ده احنا بندردش مع بعض احنا كده تقريبا خلصنا الأجزاء المهمة في المحاضرة كلها فاحنا الجايدة كلها هندردش بس أول حاجة ممكن يبقى عنده وده لما يبقى القلق قعد معاه فترة طويلة يعني أي حد أصلا هيقعد الآن فترة طويلة هتلاقي ده جسمه تأثر بالموضوع سبحان الله فهيبدأ أنه يصدع من كترة التفكير في الحاجة دي بطنه توجعه في أي مكان في ظهره في أي مكان تمام كده ده هيصحى في وسط الليل كده يبقى هو مش عارف يخش في النوم ولو نام هتلاقيه بيصحى في نص يعني ما بيعرفش يكمل النوم تمام يبقى عنده مشكلة في الأكل لإما بيأكل كتير جدا لإما بيأكل قليل جدا وبيقولك غالبا يعني الأطفال هتاكل كتير ولو هو الموضوع ماي اللي لسه لسه في الأول لسه خفيف لو الموضوع سيفير هتلاقيه قطع على الأكل مش مهتم إنه هو يخرج ويلعب مع صحابه ومش عارف إيه في حاجة يجمع شغل دماغه فهو مش هيعرف في مارس حافظه بشكله طبيعي زي الأول تمام كده تمام هتلاقيه بورو سكول بيرفورمانس زي ما كنا قلنا قبل كده إنه هو مش أول ما نشوف إنه هو مش مش كويس في المدرسة مش بيركز سهل إنه هو يتشكد مش بيحل الواجب مش بيعمل إيه حاجة فيها منتل بشرف إيه أقوم جاري إيه إيه ده إيه دي إتش دي تأكد الأول إنه هو ما عندوش أي مشاكل تاني بورو سكول إيه بيرفورمانس إيه نتنش النقص انتباه ممكن يبقى عنده كمان اوتونوميك زي إيه زي البالبيتيشن اللي هو عارفه ضربات قلبه سريعة ضربات قلبه سريعة بيعرق بسرعة جدا دي كلها أعراض اوتونوميك الألأ ده هو الألأ من حاجة معينة دايما هتلاقيه جاي 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 كده الموما هو ممكن مثلا يحصل كذا كذا مش عارف إيه فمحتاج دايما انت تطمني تمام كده طيب إيه أنواع الألأ اللي هناخدها احنا هناخد نوعين أول نوع اللي هو اللي هو الألأ العام الطفل الآن حرفيا من كل حاجة من حاجات أصلا هو ليه طفل ممكن يفكر في الحاجات دي طيب صعب نوع يتحكم في بيأستمر معي على الأقل ستة شهور كنا قلنا ستة شهور في إيه برضو في الـ تمام جميل طبعا أكيد هيبقى مش هعرف أنه يقضي وظيفه زي ما قلنا في المدرسة مش هيبقى كويس في اللي العادية مش هيبقى كويس مش هيخرج يلعب مع صحابه وملحوظ في لازم يبقى معاه هيعني كمان حاجة من الحاجات دي هو غالبا هيبقى معاه كزا حاجة من الحاجات دي حاجة واحدة هيبقى مش مرتاح هيبقى فتيج دايما ضعفان دايما يعرف فرجايل كده يعني هش تعبان على طول كده مش بيركز كويس دايما قلقان متوتر دي بقى عرض ايه فيزيكا له إنه هو عضلاته أفش عليه أو ممكن يبقى بجعبات معادي يعني مش لازم يبقى وعنده مشاكل في النوع طيب كده أو زي ما قلتلكو هو غالبا ممكن يبقى عنده تلاتة ربع الحاجات دي أصلي طيب من عشرة لتلاتاشر سنة من عشرة لتلاتاشر سنة طيب البريفيلنس بتاعتم ممكن نلاقيه لاتنسي يعني قبل الأدولسن تلاتة في المية والأدولسن تلاتة في المية إيه بقى الحاجات اللي هي الجنراليز العامة اللي ممكن يقلق منها ماشي الأم من الأكادميكس اللي هو التعليم بتاعه اللي هو طب ما انت يعني طب ما انت بتذاكر انت كويس هو الآن بشكل عام كده وخلاص الأكادميكس بتاعته الان من هيحصل هنفجر بركان أو هيحصل زلزال في مكان ما اللي هو طب يا حبيبي احنا مانا طب احنا ما عندناش بركين هنا في البلد أصلا الان من حياته الاجتماعية ما عندهش مكان كان دي كلها هتبقى عنده تمام كده يبقى هي تقريبا السلايد دي بس هو مبالغ فيها قلق جمد جدا صعب ان احنا نتحكم فيه هتعرض معي ستة شهور على الاقل هتخلق له في الفنكشن بتاعه هيبقى مصحوبة بواحدة على الاقل من انه يبقى فاتيج انه يبقى انه يبقى انه يبقى انه يبقى انه يبقى انه مشاكل في النوم كل الكلام ده السن بتاعه غالبا هيبقى من عشر سنين لتسلتشر سنة اللي هو اخر ابتدائي اول اعدادي كده وبالتالي هيبقى في الادلس انت اكتر عشرة في المية الوري ثيمز بتاعته ممكن تبقى ممكن تبقى في شكل عام وفيزيكال السلط اللي هو الاعتداء الجسدي طيب ماشي النوع التاني من الانجزات اللي هنتكلم فيه ومطولا شوية هو اللي هو الانفصول خايف ان اهله يسبوه دايما ماسك فيهم كده زي ما احنا شايفين وخايف ان اهلها يسبوها ويروحوا اي حتة ده يعتبر في الطفولة تمام كده ثاني حاجة موست كومن اللي يؤكير عند سن سبعة لثمانية هي بقى سن أصغر ماشي كده اللي هو ايه ده رايح المدرسة يعني هو دلقتي ده في ثاني اتدائي ثالثة اتدائي او حاجة زي كده فهو في سن أصغر من الجنراليز اللي هو كان عنده عمر من عشر لتلاتوش ولكن ممكن يحصل في الأدوليسنس ممكن طيب ماشي وبيقولك يعني ان ثيوري بتاعته انه هو دايما دايما حسس بتهديد من العالم الخارجي تمام كده طيب برضو هو برضو زيادة مبالغ فيه مش يعني بتطور مع الطفل مش دايما بيبقى خايف ان أهله يسبو او هو ينفصل عنهم طيب تمام جدا لازم بقى علشان نشخص دا برضو يبقى عندنا تلاتة من احنا تقريبا عندنا تسعة او تمن نقاط لازم يبقى على قل عنده تلاتة منهم عشان أقول ان دا شخص عنده سيباريشن انجزايت ديسورتر تمام كده كلهم باللف واندور يا جماعة حوالين ايه انه هو هينفصل عن أهل ماشي كده اول حاجة خالص انه هو دايما عنده لما يحصل يعني ايه يعني هو دايما الآن انه هو يسيب البيت ويخرج او أمه تسيب البيت وتخرج او انتسيبات دي يعني هو متوقع دوقتي مثلا امه بتروح الشغل ماشي كده فهو عارف انه هو ما هتروح الشغل دلوقتي فهتلاقيه بقى الآن زيادة هتلاقي بنا تعليل الاعراض اللي احنا كنا نتكلم عليها في الاول خالص انه هو بقى متوتر ومتدايق وبدأ يعرق والكلام ده طبعا كده يبقى لما يحصل او حتى يبقى متوقع ان ايه ده امه هتسيب البيت وتمشي دلوقتي بابا هيروح الشغل دلوقتي طبعا كده طاني حاجة انه هو ايه يفقد او انه هو يحصل اذا يعني يبقى دايما خايف ان اهله دولت ما يجوش تاني طبعا كده او يحصل لهم اي اذا العكس بقى خايف انه هو اللي يحصل له حاجة بين جلوست او بين كبدان هو يتخطف هو اللي يضيع تهم كده اه هيحصل حدث ما يخليني مرجع له همش تاني امفصل عنهم انا هتخطف مش كده انا هضيع هو بيقول كده للدكتور هو خايف ان اهله هم اللي مايرجعوش وخايف برضه انه هو يضيع من اهله جميل دول اول تلاتة تاني تلاتة دايما رافض انه هو يروح للمدرسة ليه انا لو رحت للمدرسة ممكن مارجع ملقه همش ممكن اتخطف كده او دايما خايف رافض انه هو يروح للمدرسة اشان هو ينفصل عنه انه هيرجع مش هيلاقيه وانه مش هيرجع اصل طيب خايف برضه انه هو يفضل لوحد او زوت ايه قتاش من انت بتاعه في البيت ومش عارف ايه كده خايف انه يروح ينام من غير ما يبقى جنبهم لا يوه تعالي جنب يحكي لي حدودة نامي جندي مش عارف ايه كده مش عاوز ينام لوحد ولو راح ينام ودخل ودخل في النوم هتلاقي كل احلامه والثيم بتاعها انه بينفصل عنه بيتخطف حلم النهاردة بيتخطف حلمه بكرة امه بتموت حلمه بكرة بعده ومعرفش اللي بيحصل الدنيا بتحصل فيها ايه دايما كده هو خايف انه هو ينفصل عن امه وابوه بشكل ما اخر واحدة طبيعي الان كل حياته بتدور حولين الخوف ده مش عاوز يروح المدرس وشايف امه راح للشغر ده مش هترجع هيحصل الله حاج انا هتخطف تعالي نامي جنبي او لو بينام لوحد طول الليل هيقعد يحلم بأحلام وحش فاكيد ده هيأثر عليه عليه جسديا وهيبدأ يحصل له الهيدك طيب بيقولك الحاجات دي هتحصل بقى زيادة لما يحصل اللي هو بأرضه لو ما يبقى متوقع انه دلوقتي ايه ماما هتروح ده معاد شغل ماما دلوقتي هتلاقيه قاعد مصدع وبطنه مسك بطنه وعمال يرجع وضعبان مش عارفة ايه وكده طيب بيقولك الهيدك دي عشان اعتبارها يعني لها علاقة تبقى بتاعها يفضل على اربع ساميع يعني شهر يعني يعود شهر شهر كل ممه تيجي تنزل الشغل عنده الاعراض دي تمام كده يبقى بتاعها قبل تمنتاشر سنة يبقى بتاعها اللي هو يعني باين واضح ان ده اثر عليه اجتماعيا اثر عليه اكاديميا عمله دايما في حياته ماشي كده يبقى دي تلات حاجات عشان اكلم بس انا بس بتكلم على عشان اعتبر ان دي يليه علاقة ب ان هو بيعملها كل يوم لمدة شهر انه يبقى اقل من تمنتشر سنة وان يبقى ادراسه اتأثرت ما بيقاش ينزل يلعب مع صحابه عنده عام في يوم تمام كده يبقى لو قلناهم تاني ايه هما التلاتة او اكتر يعني احنا عايزين بس تلاتة منهم فايه هما التلاتة اللي هما دليل على ان ده عنده رقم واحد قلق دائم لما حد من اهله هيمشي يبقى ماشي او متوقع ان هو ماشي رقم اتنين دايما خايف ان اهله هما اللي يفقدوا يضيعوا او يحصل لهم اذا رقم تلاتة خايف انه هو اللي يضيع او يتخطف او يحصل له اذا ما يعرفش يرجع لأهله تاني اربعة مش عاوز يروح المدرسة برضو خوفة من ان يحصل اي حاجة ويبعد عنهم وكده مش عاوز يفضل لوحده في البيت مش عاوز ينام لوحده يعني يفضل لوحده بشكل عام ومش عاوز يروح ينام لوحده ولو راح ينام هيبدأ كل احلام وتبقى عبارة عن كوابيس عن الانفصال عن اهله اخر حاجة عنده physical symptoms دايما مرتبطة بان اهله ماشيين او متوقع انه هم هيمشوا السمتمز دي يعني علشان اقول ان هي symptoms اللي هي علاقة بالseparation مش physical symptoms عامة يعني لأي مرض تاني ان هي دايما تبقى بتحصل مع السبارation ده على قل للمدة اربع اسابية ويبقى عمره على قل من 18 سنة وتبقى بدأ التأثر عليه على مذاكرته التأثر على social life بتاعته اللي هو يعني social life اللي هو لعبه مع اصحابه مع اخواته وهكذا يعني و significant distress بشكل ايه بشكل عام على حياته طبعا كده تمام بيقولك ان ال school refusal رفض المدرسة ده frequent symptoms ده دايما عرض موجود على طول دايما مش عاوز يروح المدرسة دايما مش عاوز يروح الحضانة زي ابن المخالد كده اللي احنا صبح وليل بنصح على المخالد طيب ماشي يعني ممكن يبقى معايا كمان حاجة زي ايه اه 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 يعني هو مش بس قلق ده يبقى معايا كمان اكتئاب ما هو طبيعي ما هو الان من فكرة معينة بعد شوية الفكرة دي هتجيب له اكتئاب هيفضل بقى حزين ومتضايقه كده الموضوع مش هيقف عند القلق يعني طيب عايزين نعليك الموضوع ده هنعالجه ازاي قالك والله ممكن نعالجه and family يعني هنعالجه مع الطفل هنقعد مع الطفل الواحده برضو كوجنيتف برضو behavioral therapy سلوك معارفي اه يا ربي علاج سلوكي معارفي معسف علاج سلوكي معارفي ان انا هبدأ اتكلم معايا انت خايف من ايه طب خايف ليه بابا مش هيروح في حتة لازم ينزل الشرول عشان مش عارفة ايه كده وهقعد برضو مع الاهل زي ما قلت اي حاجة فيها تشالد يا جماعة لازم تلبسوا فيها كلمة family على طول برضو للطفل لو الموضوع ده مش كفاية لو الطفل وصل لمرأة دي هو كده مضطر ان هو ياخد عشان يعرف ينام عشان 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 لازم هيبدأ ياخد ايه ادوية مع الاسف تمام كده طيب احنا كده خلصنا كمان الحمد لله فاضل معانا موضوعين بس كلمتين هي سلايد واهنة عن انا عارفة ان انتوا تعيبتوا وانا والله العظيم تعيبت انا كمان الوسواس القهري ده انتنا هناخده في محاضرة الوحدة هنقعد نتكلم مطاولا مطاولا عنه ولكن الكلمتين اللي عايزين نقولهم هنا ان الوسواس القهري ده حاجة متكررة مضيعة للوقت time consuming ماشي كده افكار يعني obsessions recurrent time consuming هتعملك دايما الا هتقرفك دايما في حياتك هتبوزلك كمان يومك هتعملك في الحاجات اللي انت المفروض تعملها في اليوم مش هتنجزها مش هتنجز حاجة يعني ممكن كمان الموضوع ما يبقاش مقتصر على بس وساوس ده الموضوع كمان يتفاقم ويبدأ ان انت تعمل حاجات بشكل اجباري علشان الوساوس دي تحل عن نفوخك هي محاولة منك ان انت تقلل الأفكار الوسوسية دي يبقى ده معنى حاجة أفكار وساوس متكررة بتضيع لك وقت بشكل هي حاجة اجبارية انت مش تعرف تقول لها اللهم مغزيك اشتنفة تروح مش تعرف تعمل كده هتضيع لك زي ما قلنا وقتك وهتضطر ان انت تعمل لها compulsive behaviors علشان تسكتها تمام كده دايما بيبقى اول علاج لها الفيرست لاين ليها العلاج السلوكي مش مش الأدوية بس الأدوية طبعا مهمة هنتكلم وهنقول الأدوية مهمة ولكن الفيرست لاين ليها عشان هي المشكلة ايه وساوس وبالتالي مضادها علاجها ايه ان انا اعالج الموضوع ده الوساوس الافكار دي برضو هلجأ ليه العلاج السلوكي المعرفي تمام الأدوية اللي هديها هدي سيرترالين ده لعمر ست سنين في أكثر وهدي فلوك ده سانية واحدة فلوفاكسامين فلوفاكسامين لعمر الثمان سنين اكتر من ثمان سنين يبقى اكتر من ستة هدي سيرترالين والفلوفاكسامين هدي الثماني بصوا فكوكم من الأدوية انتوا يعني لو خدتوا او كده هتلقوك خطوها فيها ولما ناخد الوصي دي هتاخدوها فيها ففكوكم من الأدوية هنا يعني هنبقى نعمل لها سكيمة بعدين بعد كده اخر حاجة كوشن خلي بالك من زي ما كنا قلنا برضو في هو عمتا تخلي بالك من في اي حاجة علشان ما تأثرش بس لبعض طفل طيب اخر موضوع عندنا يعني ايه الطراب سلوكي الطراب ايه سلوك متكرر بس مش سلوك ايه بقى مش سلوك طبيعي ده سلوك عنيف دايما بيخترق القوانين بتاعت والحقوق اللي نسهت التانية زي ما قلت القوانين بيخترق كل حاجة كل حاجة بيعمل عكساء بيعمل ضدها بشكل بشكل عنيف تمام جده يعني هنقول عبارة دولاز بحتاجين ثلاثة من اللي تحت دولت او اكتر عشان ايه نقول ان ده وهيستمر معا اتناشر شهر يبقى احنا كنا قلنا ست شهور لو نفتكر كده ست شهور محتاجين ست شهور علشان ال ADHD لو احنا هنتكلم على attention بس لو احنا بنتكلم على ال hyperactive بس لو الاتنين هنبقى محتاجين ست شهور لكل حاجة وكنا بنقول ان احنا محتاجين ست شهور علشان generalized anxiety هنا بقى في ال contact order هنبقى محتاجين ايه اتناشر شهر هنبقى محتاجين سنة كاملة ماشي كده طيب سنة كاملة انت لو انا عندي لو انا هتكلم على ثلاث اعراض فاكثر انما هبقى يعني لو انا عندي عرض واحد بس المدة ست شهور هشخصه برضو contact disorder فاهمين ولا لغبطكو تاني معلش يعني دلوقتي الشخص ده جاي لي بثلاث اعراض من اللي انا هتكلم عنهم دلوقتي ده ماشي كده طيب الاعراض دي عندي انا بتكلم بقى امه عنده بقاله قد ايه ده بقاله سنة كاملة كده يا دكتور خلاص وكده عنده contact disorder طيب ده بقاله ست شهور ماشي كده وعرض واحد بس عرض واحد بس عشان خاصه contact disorder عشان تعرفه قد ايه لحاجات عنيفة وقاعد مستمرة على العرض ست شهور بحاله اول حاجة هو بيتلذس بيتلذس في ضرب صحابه في الحيوانات بصوا عيل بجح عيل تنح هو عمالي الولد جنبه بيعايته بيسره وشارف ايه وهو فرحان ومبسوط وهو متكيف كده تاني حاجة destruction of property اللي هو الحاجات العامة اللي هو يكسر في الدسكات ويكسر في المشعارف ايه وماشي يكسر في ايه في اي حاجة بيغدع بيغدع الناس ويسرق من الناس حاجات ومش عارف ايه وكده بيضغيب عن المدرس بيحب يضغيب عن المدرس حتى لو امه بتوديه غصبة عنه بيهرب من عصور ما بيقعدش في المدرس running away اللي هو بيهرب serious violations of rules اللي هو serious هو فعلا بيخترق القوانين بشكل ده مش طفل ما فيش طفل المفروض يعمل كده اللي هو انت يهودي يابني ولا ايه ايه هي ممكن تبقى طيب اللي تبقى مع ال يعني يعني ايه اللي عمل فيه كده يعني انت ليه بقيت كده اول حاجة حاجات احنا برضو بنكررها من اول حاجة خالص خدناها في المحاضرة اللي هو اللي هو العيلة المهملة مش مهتمية بيه طبعا كده سايبا كده يسرح في الشارع فتلم على شوية او حتى ما تلم مش هو بقى عنيف كده ايه وماش يقتل فيه يعني ماش يقتل بقى يضرب في خالق اللي طبعا كده او فيه صراع في المنزل بيطلقوا بعض مثلا ولا بيضربوا بعض ولا ايه الكهولزم شايف كل يوم ابوه بيسكر وراجع يضرب الناس في الشارع ويتخانق مع عمه ويتخانق مع الجران طبيعي يعني قاعد مع ناس كل شوية يتنقل مثلا ممكن مثلا ان هو يعني امه ابوه مثلا متوفين فهو عمال يتنقل من اصلاحية مثلا من عند خلته مش عايزة تروح توقديه عند عمته من عمته مش عايزة بقت قيلة عليها تروح توقديه عن شارفة ايه inconsistent parental figures ده خلاه هو اصلا بقى ناقم اصلا كمان تمام كده طيب institutional living او انه عايش في مؤسس زي ما قلتلكم عايش في إصلاحية او عايش في حاجة زي كده ممكن مرضو لو عايش في المدارس الداخلية دي مش بنشوفها كتير بس يعني لو عايش في مدارسة داخلية مثلا لها نظام ربط ربط انتباه مش عارف ايه كده ممكن تطلع شخصه برضو ايه يعني مش احسن حاجة في السلوك بتاعه maternal depression برضو كنا قلناها قبل كده امه عندها مشاكل نفسية مكتئبة او كده وهرش punishment بسك يتضرب 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 اللي واحنا احنا انت لو لو انت مثلا اتضربت ولا حاجة انت ما اتضربتش هو بقى اخر حاجة معنا ده يعني زي اللي احنا قلناها ان هي مشاكل تجارب مر بيها ماشي كده في بيته وفي اهله وفي مش عارف ايه كده وفي نفس الوقت برضو حاجة عنده هو زي اللي قلناها كده ماشي كده الاتنين بيطلعوا شخص عنده فهو بيقولك ان انت ممكن يبقى عندك فرصة ان انت تتدخل سريعا تتدخل في الاول يعني يعني ما توصلوش انه هو يشوف كتيرة توصلوا للكونتكت دي هنعالج ازاي فاميلي سيرابيتان بيهيفورال مانجمين ترينينج تان سوشيال سكيل جروب اللي هو حب الناس بقى يبني ولا يعني اشوف خش اجتماعات كده واتعامل مع الناس وكده بس كده واحنا كده خلصنا المحاضرة لو هنراجع سريعا احنا اتكلمنا عن انا ان هو بتميز بحاجتين مهمين بيأثر على بتبقى بتاعك بتحصل لسو بيون اكتر من البنات والمست كومان بتاعنا هو بيبقى تماما بعد كده اتكلمنا عن الكريتيريا قلنا ان لازم يبقى الموضوع ده مستمر ستو شهور او اكثر لازم يبقى على اتنين او اكتر من اللي هي ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى سكول اتكلمنا عن بعد كده انه لازم يبقى عنده 6 اعراض من الهايبر اكتف بنجمع في كلمة اسمها run of best او best اين كان ماشي وبعد كده تكلمنا عن التشخيص قلنا هايزين نشخص لازم يبقى في 6 اعراض لمدة 6 شهور سواء كان في الانتنشن او الهايبر اكتف لو الاتنين مع بعض يبقى 6 شهور ده 6 شهور 6 اعراض من الانتنشن و6 شهور اخرى من الاعراض بتاعة الهايبر اكتف ماينفعش نجمعهم الاتنين على بعض ماشي بعد كده قلنا انه ممكن يبقى الـ من الحاجات اللي بقى ليها معاها يعني زي انه ممكن 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 تبريشن او بايبولر ممكن تبقى بعد كده قلنا بعد كده قلنا احنا عندنا جزء سلوكي هنبقى مهتمين احنا نفهم الـ وبرضو نبقى بنفهم الطفل هو عنده ايه ويتصرف ازاي ونعمل لو عندنا الفرصة ومتاح الحاجة زي كده ونحنا عندنا كذا حالة بعد كده قلنا العلاج بقى الدوائي هيبقى السيمولانت والانستيمولانت السيمولانت كان مين كان بلح امين ديت امين وقلنا ان احنا استيمولانت كان مين كان وقلنا ان هو مهم جدا احنا بعرفين ان هو سايتو كروم ساب ستريت خلي بدنا ما نستخدمش معاه بروكزتين ولا فلوكزتين تمام بعد كده داخلنا في وقلنا ان القلق ده جماعة مشهور جدا حاجة مشهورة جدا قلنا ان هو ايه تاني بس كده اهم حاجة هنا ان هو الأعراض بتاعته برضو مهمة اعراض فيزيكا في السليم مش بينام ولو نام هيصحى فسط النوم بيأكل كتير جدا او بيأكل قليل الاكتيفة بتاعته ما بقاش مهتم بيها مش مهتم بالمدرسة مش بيركز الاوتونوبي دي مهمة جدا ويحتاج دايما ان حد دي طمين طيب اتكلمنا على مين في الانجزايتي اللي هي بشكل عام على اقل ست شهور يبقى عنده الموضوع ده مأثرة عليه عنده اعراض على اقل اعراض واحد فاتيج اي حاجة هنا بيبقى طفل كبير عشر لتراتاشر سنة طبعا كده بتاعته بتبقى حاجات اكاديم حاجات كبيرة حاجات حاجات يعني واسعة قوي مش حاجة محددة زي كده هو هو بيلفه ويدور على الانفصال بس انما هي حاجة عامة وحاجة كمان يعني مش دايما طفل صغير ممكن انه يبقى مهتم انه يفكر في السوشال لايف اصلا يعني بعد كده ان ده اشهر اشهر حاجة في ده بيجل طفل اصغر من 7 الى 8 سنين طيب عشان نقول ان الطفل ده عنده لازم يبقى عنده على اقل تلاتة كلهم حاجات بيلف حوالين ماشي كده دايما التوتر عنده بيزيد جدا لما اهله بيبقى عارف انهم هيخرجوا دلوقتي تانية حاجة هيبقى خايف انه اهله دول يفقدوا او يحصل لهم ويبقى خايف انه هو يحصل له مش عاوز يروح للمدرسة مش عاوز يفضل لوحده في البيت ومش عاوز ينام لوحده واخر حاجة انه لو دخل في النوم هيبدأ انه يحلم بكوابيس كلها عن هيبقى معايا ملتصقة ملتصقة كده بي ان اهله دلوقتي يفتحه بابه ويخرجه او هو متنبئ انه اهله هيخرجه بعد نص ساعة بعد ساعة اي ان كان عشان اقول ان البيزيكال سيمتوم دي لها علاقة بال لازم تبقى مستمر معي اربع سبيع يعني شهر طفل دي يبقى اقل من 18 سنة وعمل خلل واضح في ال اكاديميك لايف بتاعته دي صح اجابة صحيحة هل هيبقى متصل معي اه صح جابة صحيحة تريتمنت بتاعي هيبقى غالبا حاجات كلها قاعدة بتكلم مع الاهل وبتكلم مع الطفل ولكن لو الموضوع عنده سيفير هبدأ اديله ادوية جميل ثم بعد كده العرفنا معناه عبارة عن وساوس ما بترتحش ما بتهداش ما بتروحش عنه غير لما بيبدأ يعمل حاجات بشكل اجبار عشان يخلص منها العلاج الاول ليها بيبقى العلاج السلوك المعرفي ونخلي بانا وحا مندي الادوية عشان التفاعلات اللي بتحصل ما بينها وما بين بعض بعد كده الكونتاكت الكونتاكت تس اردر اللي هو المشكلة في السلوكيات هنا ببقى محتاجة ان انا ببقى عندي سلوك واحد غلط لمدة ست شهور او اتنين بيخرب الحاجات العامة تلاتة بيخدع وبيسرق وبيجري بيهرب من المدرسة بيعمل مخالفات واضحة وعنيفة ضد القانون نارفين اللي هو مثلا بيركب عربية وعاوز يسوقها مثلا ده دي يعني حاجة صعبة يعني طيب بعد كده الكونتاكت سوردر ساكو سوشال قريليتس قبل كده برضو عنده مشاكل في البيت ايان كانت فيه الكهوليزم فيه بيتنقل من بيت لبيت استوتيوشنا عايش في موساسة معينة ممتو عندها اكتئاب بيتعرض للبانشمنت الكونتاكتس اردر ده بينتج نتيجة حاكتين نتيجة تجارب عاشها ونتيجة وبالتالي انت لو انت عادرت ان هو ما تخليه ما يعيش اصلا الانتخالت بدري هتقدر ان هو تعالجه احسن بكتير من ان هو يجي لك شخص خلاص هو بقى خارج عن القانون تقريبا طيب بعد كده تريتمنت بتاعه برضو هيبقى محتاجة عالج الاهل محتاجة عالج سلوكياته محتاجة عدو من الناس والاطفال او الشباب اللي شبهوا احل المشاكل اللي عنده وهكسب انا كده خلصت انا اسفة جدا لو انا يعني نسيت اي حاجة او كرويت اي حاجة يعني حسن واضح ان انا تعبت بس يعني يا رب ما تكونش اصدت في اي حاجة يارب تكونوا استفدتوا واي تأثير مني اي حاجة فمتوها يعني الحمد لله من عند ربنا شكرا جدا واسفتيني مع السلامة